يا جياع الأرض ردوا حقكم من سارقيه كم قرون نزعوه فانزعوه اليوم حينه يا جياع الأرض ردوا حقكم من ناهبيه صرخة أطلقها مناظل يمني كبير في ستينية القرن المنصرم لاحظة رباطه على أطراف صنعاء التي عادت لتئن من جديد من أولئك الذين قاتلهم الشاعر علي مهد الشنواح وهزمهم لقب الشنواح بشاعر الجياع لأنه نشأ في ظل هذه الحقيقة المرة عندما كان الناس يعانون من وطأة فقر لا يحتمل زرعه الإماميون في أرض اليمن ويحاولون اليوم تخصيب البيئة السياسية والاجتماعية لزراعته من جديد في ذكرى رحيله الواحدة والعشرين نستذكر هذا الشاعر المقاتل على جبهة الفقر في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن حيث يعاد إنتاج عهد بائس من زمن الإمامة الجديدة بالوتيرة نفسها من الإفقار التي جعلت معظم اليمنيين عاجزين عن الإفاء باحتياجاتهم ويحسبهم الناس أغنياء من التعفف في حريب ولد الشنواح وفي بيحان توفي مناظلا على امتداد الوطن اليمني الكبير بالبندقية والقصيدة وبالفعل الملتزم بدأ معركة الوعي ضد الفقر والطغيان والاستعمار منذ خمسينيات القرن المنصرم وخاض معركة الدفاع عن صنعاء كأحد أبرز قادة المقاومة الشعبية وقاده هذا الكفاح إلى الحضور في قلب المشهد الإعلامي والسياسي في شمل اليمن وجنوبه أمكن لشعر الشنواح وكفاحه أن يوقظ صنعاء قبل أكثر من خمسين عاما فخرجت ومعها كل اليمن للثأر وللقضاء على النظام الإمامي البغيض ولن تنتظر طويلا على ما يبدو لمواجهة هذه الموجة شديدة الوطأة من الفقر الذي جاء بها الإماميون الجدد